طيب تعالى بقى نروح للكابتن حسام حسن فيما يتعلق بالعقد بتاعه وانا عمال اقول لحضراتكم بعض المعلومات المهمة الجديدة ودايما بيبقى ده هدفنا الكابتن حسام حسن ربنا يا رب يكرمه ويوفقه يعني دول يا جماعة وانا بالصورة بتاعته النهاردة وهو ماسك طولة الامم الافريقية كده عشان رجل بإذن لان شاء الله كده ايه جبهلنا في شوال وييجي بقى في يوم الايام بقى وحشيتنا يعني بصراحة وعندنا امل كبير قوي مع العميد حسام حسن ان احنا نستعيد امجاد الكرة المصرية ومنتخبنا الوطني الاول وايام الكابتن حسن شحات يا سلام والله العظيم ايام الكابتن حسن شحات يا دي يا جماعة التلات دورات اللي خدناهم واربعض كنا باللعب اي فرقة في افريقيا واحنا حاطين رجل على رجل اي منتخب لا يا بقى سنغال تخوفك ولا غانا ولا كاميرون في عزها ولا اي حد ولا كود في واربك دروك با وبالناس دي كابتن حسن شحاته ماشاء الله كان مخلينا ايه قاعدين بنشوف احنا حنكسب كامل اه في مطشط طبعا كانت صعبة جدا جدا يعني جدا لكن في نفس الوقت كان معانا منتخب محترم منتخب تقيل اتمنى اتمنى هي الصورة كل ده مش جاهزة يا جماعة اتمنى ان احنا الايام دي نعيشها تاني ربنا كده يدينا طولة العمر احنا عداها طولة العمر الافريقية في عشرين خمسة وعشرين كاس العالم مهمته باذن الله باذن الله في المتناول الموضوع من الصعب خالص كسبت بوركينا المطش الجاي ايه خلاص تقريبا يعني تقريبا بات في كاس العالم فمش ده اللي حنتكلم فيه مع الكابتن حسن حسن احنا حنتكلم مع الكابتن حسن حسن على طولة الامم الافريقية هو جاهزه بقى ويختار الجماعة جاهزه اللي هو عايزه عشان سمع ناسع ما تقول لها ياخد مش عارف مين من الاهلي ياخد مين من زي سيبوا الراجل كل الحرية في اختيار الجاذب حتى لو انت مش مقتنع بأعضاء الجهاز يا سيدي حتى لو كلنا ممكن ما نكونش نوعا ما ربما ربما انا بقول لك يعني ممكن البعض ما يكونش مقتنع بأعضاء الجهاز لكن في نفس الوقت هو ده الراجل المدير الفان هو ده المدير الفان فيختار اللي هو عايزه الصورة ايه النهاردة ده في المؤتمر الصحفي اللي كان على هامش بطولة الامم الافريقية خليقوا لحضراتكم الاول تصريحات الكابتن حسن حسن نفسي الصورة دي تتكرر كمان اتناشر شهر ويمكن اقل لأنه بتقول تلك الامم الافريقية هتكون في يناير او فبراير اللي جاي عشرين خمسة عشرين بإذن الله تعالى يعني تمام نفسي تكون دي البطولة او يكون دي الصورة بتتكرر بعد كم شهر من دلوقتي قولي يا سيدي سنة هتبقى فرحة ما بعدها فرحة وحتبقى يعني ايه اكبر دليل على ان المدرب الوطني هو الاصلح لمنتخبنا الوطني المصري فصورة تدعو للتفاول لكن عمتا خليني اقولكم تصريحات الكابتن حسن النهاردة قال لك انا فخور محظوظ اني اتولدت في بلد كبيرة زي مصر صاحبة الالقاب السبع على مندار تاريخها في امم افريقيا كنت محظوظ بالمشاركة في سبع مرات في كاس الامم الافريقية وتطويق بسلاسة القاب من بينها واللي هو سبع طبعا ستة وتمانين وتمانية وتسعين والفين وستة كابتن حسن حسن فاز بهم مع منتخبنا دي صورة ليه النهاردة في المؤتمر الصحفي قال لك انا عصرت اجيال عديدة وشاركت في بطولة الامم افريقيا وانا على مشارف الاربعين سنة في بطولة الفين وستة لقب نسك التمانية وتسعين كان الأصعب في تاريخ منتخب مصري ان الراحل محمود الجهري مضرب الفراعنة وقتها كون جيل جديد لا يملك سوى اتنين من عناصر الخبرة انا وهاني رامسي اللي هو هسام حسن يعني وهاني رامسي الجميع داخل مصر كان يعلم وقتها ان المنتخب سيقود سريعا من بركينا فاسو ولن ينافس على اللقب انا فاكر كويس كنا نقول المنتخب هيطلع في الاخر ومنتخب هيبقى في اخر منتخبات في الترتيب وقصة كانت صعبة بصراحة المنتخب المصري دا لسه احنا مع تصراحات الكابتن حسام حسن قال لك واجه من نفسين اقوياء واخيرهم منتخب بجنوب افريقيا الذي كان حاملا للقب ويملك جيلا عظيما كان ايامه مكارسي على ما اتذكر احد من جون منتخب جنوب افريقيا في هذا التوقيت كان هداف البطولة سنة 98 مكارسي هو كابتن حسام حسن بالرسيد سبع اهداف على ما تذكر في اه كابتن حسام حسن كمان قال لك في رأيي نسخة اه 98 اصعب نسخة 2006 وقدمت خلالها افضل مستوياتي اه طبعا طبعا عمل بطولة اه كبيرة جدا الكرة افريقيا تستحق الافضل لانها تمتلك مواهب كبيرة على مدار اه تاريخ دي بعض تصراحات الكابتن حسام حسن النهاردة طيب طيب عقد الكابتن حسام حسن مع الاتحاب هل العقد اتعمل لا لسه اتحاد الكرة دلوقتي لسه بصدد صياغة العقود الخاصة بالكابتن حسام حسن وجهازه المعاون طيب الاتجاه ايه اقول لحرارتكم بالضبط دي معلومة ان الكابتن حسام حسن هيبقى عقده اه في الشهر مرتبه هيكون بيصل لمليون جنيه شهريا ده مرتب الكابتن حسام حسن وحده فقط لا غير ما تستغربش ليه لان الكابتن ايهاب جلال المدير الفاني الاصبق لمنتخبنا الوطني من حوالي سنة ومس تلاتة فاته ومعرفش كان بقاله فترة دقيقا او من فترة دقيقا كان بياخد مليون جنيه شهريا ففي الاتحاد قالك ايه قالك احنا هندي الكابتن حسام حسن ومدرب وطني ايضا نفس مرتب ايهاب جلال فالكابتن حسام حسن لوحده هياخد مليون جنيه شهريا ربنا يا رب يزيد ويبارك ويستحقهم ده العميد ومدير الفاني المنتخب مصر طبيعي ياخد رقم محترم وطبيعي ان انت تهيأ له كل العوامل والاجواء والظروف عشان يقدي كل ما عنده في صالح المنتخب انا بقول لكم الرقم كمعلومة ده امر مهم جدا طب الجهاز المعاون لسه فيه كلام شوية على المرتبات بتاعت الجهاز المعاون والعقود بتاعتهم هيبقى اكبر شوية عقد الجهاز المعاون يعني سواء الكابتن ابراهيم حسن وعضاء الجهاز بالكامل عقدهم كل واحد فيهم هيبقى اكبر بشوية من عقود الجهاز بتاع الكابتن اهاب جلال بخلاف عقد الكابتن اهاب جلال نفسه يعني مثلا اللي كان بياخد عشرة جنيه ايام الكابتن اهاب جلال هو عضو في الجهاز الفني لمنتخب دلوقتي العضو اللي موجود مع الكابتن حسام حسن هياخد مثلا ايه يقول 15-20 واخبالك عشان برضه احاول ابسطها لك اكتر يعني فده الاتجاه الاقرب مش الاقرب ده اللي حيحصل فيه موضوع عقد الجهاز الفني للكابتن حسام حسن وكمان طبعا الكابتن ابراهيم حسن مدير الجهاز لسه ما استقروش بالتحديد على الراتب بتاعه ليست شكرا لسهلا على حد